صوت العرب من القاهرة سر السعادة بسيط جدا عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل حتشوف معانا العيشة أجمل عيشها ببساطة مع الدكتور وائل صفوط وسعبية حسين وحلقة جديدة وعيشها ببساطة احنا عيشها ببساطة بنتكلم على اسلوب حياة بنتكلم على طريق التفكير والنهاردة مختلفين في مضمون الحلقة علشان خاطر حنقدم تجربة فعلية لشاب هذه التجربة بتقول لنا إزاي التفكير خارج الصندوق بيقدر يوصل الشخص لمناصب وأفكار واتجاهات جميلة معانا ومعاكم ومشرفنا المهندس إبراهيم محروس استشاري طاقة شمسية وإدارة مشروعات ودكتوراء إدارة المشروعات الصناعية ومدير تنفيذي لأحد الشركات في الطاقة الشمسية أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا فندم وأنا أتشرف بأن أنا أكون محضرة في البنامج أنا طبعا مبسوطيا بوجود مثال ونموذج لشاب بيفكر خارج الصندوق بيفكر عنده تطلعات وأمال وأعتقد ده بقى له مرضود في حياتك من هو إبراهيم محروس بداية يعني أنا شاب نول متواضع جدا في مجال الهندسة أنا مهندس كعربة والحمد لله لتحقت بشركة بترول شركة الحمد لله كويسة خلت فيها خبرات كويسة وبدأت أطور من نفسي بس للأسف وقفت عند مرحلة ما بقاش فيها تطوير فكان لازم زي ما حالك قلت كده تخور بره الصندوق كان فيه خروج بره الصندوق إن أنا أبدأ أبص على العالم الخارجي والحقت الحمد لله بدولة ماليزيا يعني نفس المشروع أو نفس الشركة نفس الشركة بس موجودة في ماليزيا بس الحمد لله برضو إن أنت تخور بره مصر فيه خبرات وفيه ثقافات ثقافات دي يعني أنت بتحاول تطور من نفسك والثقافات دي بتخليك إن أنت تبدأ لا تحط قيمة أو value إنت عايز تبصل لإيه بالذات كمان جنوب شرق آسيا لها تجارب وشعب نفسه شعب طيب إنت أول ما تبصل لماليزيا أو ما عرفك إن أنت مصري أولا بيقابلك بالمشاشة والترحاب طبعا طبعا إحنا بالنسبة لهم في قلبهم وتاريخ تاريخ ده بالعكس أنا أول ما بتبقى قاعد كده والذي بقوله الأزاني يأذن يقول لك أنت إمام مع أنه هم حفظت القرآن وناس وميزها فمصر مردودها قوي عشان الأزهر طبعا بالنسبة لهم لا مصر اقتصادية كمان هي نقلت لهم الاقتصاد فمردودها مردود قوي فالحمد لله شرفت إن أنا الحمد لله مدير سيانة في أحد الشركات هناك في ماليزيا ويعني الشغل بقى شحر وشح بنزل القاهرة الشح فالشحر ده الحمد لله أنا سيشاري في كذا شركة وعنده شركتين خاصة بالتاقة الشمسية موضوع ده لازم نعمل له حلقة تانية ده لطاقة الشمسية بس طبعا إحنا بنفكر وزي ما أنت لسه قاير كده المهندس بيبقى تفكيره منطقي أو يعني حاجة واحد زي واحد يساوي اثنين بعد شوية إنت خرقت من العباية دي شوية وابتدت بقى تدور أطور من نفسي هي برضو فترة كورونا خلت الواحد أنا كنت بقعد فترة ستة شهور أربعة شهور ما باشتغلش عشان ما فيش سفر ما فيش سفر وديني لك دون ومقفولة طبعا فيعني الحمد لله أن أنا في الوقت دوت خط دكتوراه في إدارة المشروعات الصناعية خلتني فتحت بقى الأفق أو فتحت المجال أن أنت تبدأ لا أنت مش هتقف على مجال واحد مجال السفر أو مجال البترول أنت طبع من نفسك وشوف الأدوات اللي أنت تملكها تبدأ تلعب عليها يعني من رحم المعاناة ولدت بقى المنحة بقى من المحنة وتولدت الحمد لله منحة وشرفت أن أنا الحمد لله أنا استشارف من أكبر شركات الإدارة المشروعات في العاصمة الأدارية وفي المدن الجديدة حلو جدا فهو طبعا أني أصلت الضوء على حاجة أنت طبعا أكيد كانت وقت كورونا كان ده يعني اختبر من عند ربنا بس شخصا عادي كان حيقعد ويقعد يزعل وينندب حظه على طول أنت تشوف الميديا والفيسبوك كله وإحنا إمتى هنخرج من الأزمة دي بالضبط أنت ما توقفتش بس دورت على حاجة تنمي بيها نفسك وفي نفس الوقت تستخدم بقى أدوات التواصل الاجتماعي الزوم والدورات الصفافية ودورات التدريبية بقت أسرع وبقت أسهل أن هي هتبقى خلاص بقت محاكاة بين الشخص والشخص طبعا لأ وخدتها فرصة كمان تخلص الدكتوراه وفرصة تبحث عن حاجة تضفها لشغلك طبعا طبعا فالحمد لله الجانب الاقتصادي ده كمان يعني معاك جانب الشبابي الحمد لله انضميت للمجلس الوطني للشباب مانا كنت عايزة أصلت الضوء على النقطة دي لأنه دي مهمة قوي وده دليل أن البلد بتبحث عن الناس اللي بتتفكر باختلاف المجلس الوطني للشباب دي جامعية مشهرة بيقودها الدكتورة دليلة مختار والدكتور وقيل تنوحي الحمد لله اخدين دعم كويس جدا من وزير الشباب ووزير التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي المجلس فيه الحمد لله فيه نموذج اسمه نموذج محاكاة الدولة مصرية نموذج محاكاة الدولة مصرية الحمد لله شرفت أن أنا أكون في الحكومة وقم 8 وزير تنمية اقتصادية علمتني يعني إزاي أشتغل تيم وورك السفيد بخبرات الناس يعني الحمد لله المجلس فيه خبرات في الاقتصاد في الزراعة في الصناعة ما بين سن كبير وسن صغير ما بين سن كبير وبين سن صغير يعني خبرات وفي نفس الوقت الطاقات هو بيعتبر الشباب من الشباب الرقم اللي كعمر لا شباب الفكر أن أنت عندك فكرة عندك حاجة تنموية عايزة تبدأ تفيد الحمد لله شرفت في المقابلة بتاعة الحكومة الحمد لله شرفت أن أنا كان معايا مشروعين يشوف أنه هو بتاعك إيه أو الفاليو اللي أنت هتبدأ تقدمها كان عندي مشروع تعديني خاص بالزهب الحمد لله أصلا من أسوان فأسوان مشهورة بالقطاع التعديني أو الزهب وقطاعات المحجرية ده أعتقد في نحية جبال بقى اللي هي حلايب حلايب ووادي العلاقي ففي أماكن مميزة في أسوان فأنا عملت الدكتورات طب أنا هفيد إيه أنا موجود في أسوان موجود في القائرة فكرت في البيئة اللي أنت أو اللي حيثة اللي أنت مرتبط بيئة اللي أنا مرتبط بيئة وفي شغلك بنفس الو خير وفي شغلي والحمد لله أنا برضو أنا استشاري في شركة التعدين فدي فتحت للأفق أن أنت تبدأ تدور أن أنت تطور القيمة واتطور نفسك بأن أنت تحط المشروع قدام منك فأنا فتحت الأفق والحمد لله عملت سيرش كده عن العديد من الشركات هم شغالين في قطاع إيه وبشوف هم شغالين هيعبدأوا مشروع إيه ودي برضو بحكم أصدقائي يعني في الشركات الكبيرة دي فبسألوا منت شغال في مشروع إيه بيقولي شغال في مشروع واحد اتنين ثلاثة فأنا مع نفسي ببدأ أشوف المتطلبات والمدخلات للمشروع وأعمل دراسة جدوة كاملة وبقدمها للشركة الشركة الحمد لله بتنبهر لما أنني معلش الدراسات الجدوة ودراسات المشروعات دي بمبالغ مكلفة والشركات فالحمد لله شرفت إن أنا من النقطة دي كانت نقطة انطلاقة إن الشركات كانت منبهرة بدراسات الجدوة دي فأعمل أنا أنا بكلم بس إن دي إدارة يعني أنت مش حتة فنية مش بتقدموا حتة فنية أنت بتقول لهم تؤدوا ده إزاي المشكلة ممكن إيه وبرلوم الشركة الفانية إزاي بعن طريق برضو إن أنا بكون مجموعة العمل مجموعة العمل اللي معايا هي ناحية استشارية فنية برضو يعني تقدر تاخد المشروع فنيا وتقدر تشوف أدواته وتعامل المشروع كاملة يعني ممكن كده تبقى أنت يعني إيه استشاري إه استشاري للإدارة للإدارة وفي نفسها في أي مشروع أنت تتخيل جميل وغير ما أنت بتقول هي قاعدة إدارة المشروعات واحدة إيه مدخلات وإيه المخرجات وإيه الفرص وإيه التهليلات وإيه الحاجات دي طبعا كل ده بتقسمها كل ده بتقسمها والحمد لله أنا خدت دورة اسمها بي ام بي فالدورة دي برضو فتحت لي فذلك حقيقة قلت من الأول إن الواحد يستغل الوقت المحنة تحولها لمنحة تمام أنا بس عايز كمان أشوف المجلس الحمد لله جينا دعوة للشخصيات المميزة جوه المجلس هنحضر إن شهرم الشيخ هنحضر المنتدى وده دعم مباشر من الدكتور أشرف صبحي ودير الشباب يعني فيه المهم التكامل في الحتة دي لأنه إحنا ساعات بنبحثين إن لها مدخل مختلف شوية موضوع منتدى الشباب العالم فواضح إنه فيه لا فيه تغابط زي دي ده نعتبر إيه الانكوبيتر أو الحضانة اللي بتطلع منها الناس المميزة تروح على المنتدى وده الحمد لله شغل المميز من 2017 والمجلس والمجلس نفسه ليه رؤياته وليه لجانه يعني فيه لجان زراعية ولجان قصدية حلو جدا هي على فكرة طرح ما ذكرت ماليزيا مهاتير محمد في فترة من الفترات أدخل النهضة لماليزيا عن طريق الشباب خد مجموعة من الشباب لمدة كذا شهر هو نفس النهج اللي احنا ماشيين بي دلوقتي يعني سيد الرئيس بس اعتقدت هناك كان عمل لهم معسكر يعني ست شهور مش هتخرجوا من المعسكر ده يعني مش عارف ألف شاب معسكرات وفي نفس الوقت حطوا لهم دورات تدريبية ودورات وتنمية وكل حال نموذج معين بحيث يطلع المتدرب على خطة ثابتة ويبدأ يطور في المجال اللي هو محتاجه حلو قوي يعني رسالة النهاردة الحلقة بتاعت النهاردة طوروا نفسكو ما تعودوش تفكروا داخل الصندوق خرقوا برا الصندوق نموا أفكاركو ويوزع أدواتك انت ممكن تكون عندك حاجة إيجابية وبص للسلبية تقول الليل والنهار بص للسلبية لا بص الإيجابية اللي عندك ويبدأ اشتغل عليها بالضبط وحاجة برضو انت قلتها حلو قوي ان انا أبص انا ممكن افيد في ايه مش هعمل حاجة خيالية كده ويعني تخيولية لأ دهنا ممكن اخد دي واتبقها واتبقها على أرض الواقع ونفس الوقت يكون عندك أصدقاء تيم ميمبر أو تيم وورك في المجال اللي انت حبه طبعا فتكوين الأصدقاء في المجال اللي انت حبه هيبدأ ينوع لك المشروعات والتطبيق تجربة رائدة وجميلة يا رب الناس تكون وصلت لها الفكرة ووصلت لها الروح الجميلة زي ما هي وصلة لي ان شاء الله هنعمل بقى حاجات على الفيسبوك والصفحة بتاعتنا عشان نوصل لهم أكتر وحيبقى في حلقة تانية عن الطاقة الشمسية موافقة جدا شكرا يا بشمهندس إبراهيم محروس استشاري طاقة الشمسية وإدارة المشروعات ودكتوراه إدارة المشروعات الصناعية ومدير تنفيذي لأحد الشركات في الطاقة الشمسية شكرا جزيلا شكرا شكرا عشها ببساطة عشها ببساطة هي فكرة وحملة وبرنامج بس الموضوع مش هيكمل إلا بيكم ابعتونا قصص أو أسئلة أو استفسارات أو تجارب شخصية وإحنا الاستشاريين بتوعنا حيجاوبوا عليها ويمكن نصطدفكم في برنامجنا علشان خاطر نسجل معاكم أو نيجي نسجل معاكم ومعنا الاستشاريين بتوعنا طبعا عايزين تتواصلوا يبقى من خلال 011-0820-24 أو على صفحة ببساطة إجابتك عندنا عشها ببساطة مع الدكتور وائل صفوط وسعدية حسين الهندسة الإذاعية رحاب مختار